مرحبا بكم لم يشهد العام 2017 الذي يوشك على الرحيل أي تغيير إيجابي في الوضع العام في العراق بل ثم تميرها أن الأوضاع بكل مستوياتها واصلت الانحدار سياسيا تواصل الصراع وتبادل الاتهامات بين الشركاء السياسيين بنفس الوتيرة التي كانت في السنين السابقة شهد هذا العام أيضا استرداد الحكومة لكل المناطق التي استحوذ عليها تنظيم الدولة في العام 2014 مقابل التدمير نحو 70% من هذه المدن أو من معظمها ومقتل الآلاف من سكانها وتشريد الملعين الأزمة الاقتصادية في العراق تفاقمت أكثر وتحذيرات دولية من دخول الاقتصاد العراقي في مرحلة الخطر الجدية وتنامي المديونية كما واصلت الحكومة في العام 2017 حملات الاعتقال وعمليات الاعدام الجماعية بتهم الإرهاب وغيرها أما النازحون والمهجرون فقد تضاعفت أعدادهم المليونية مشاهدين الكرام في هذه الندوة الخاصة والتي سنبحث من خلالها في المشهد العراقي بكل مستوياته خلال السنة التي توشك على الإنقضاء 2017 سيكون معنا عدد من الضيوف الكرام هنا في الستوديو وعبر الهاتف وعبر الاسكايب أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الندوة الخاصة والتي تبحث في الأوضاع العامة في العراق خلال السنة المنقضية أو التي ستنقضي 2017 معنا هنا في الستوديو في هذه الندوة دكتور رافع الفلاحي كاتب الباحث السياسي ومعنا أيضا دكتور عبد الحكيم خسر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جامعة صلاح الدين وسيكون معنا طبعا عبر الهاتف أيضا من عمان الكاتب الباحث السياسي وليد الزبيدي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا إذا نشاهد هذا التقرير ونعود لنبدأ النقاش مع ضيفينا هنا في الستوديو ومن عمان مع الأستاذ وليد الزبيدي لم تشهد العملية السياسية في العراق خلال عام 2017 أي انفراجة في مسارها الممتد على مدى 14 عاما من عمرها فقد تواصل الصراع بين شركائها الرئيسيين بنفس الوتيرة التي عرفت في السنوات السابقة وبرغم وعود الإصلاح السياسي التي تعهد العبادي في مطلع تشكيلة حكومته الحالية عام 2014 بإنجازها إلا أن أي من هذه الوعود لم يبصر النور حتى الآن أما العاصفة الكبرى التي ضربت العملية السياسية خلال عام 2017 فكان الاستفتاء الكردي الذي أجري في الخامس والعشرين من شهر أيلول للتمهيد الاستقلال شمالي العراق حيث أيد 90% من سكان كردستان العراق خيار الانفصال عن العراق الأمر الذي استفز إيران والأحزاب الطائفية الحاكمة في العراق فترجم هذا الاستفزاز إلى عدة إجراءات سياسية وعسكرية وإدارية قاسية وفرض حصار اقتصادي وإيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطارات كردستان العراق استفتاء كردستان العراق كما أنه قدم دليلا آخر على هشاشة العملية السياسية وحجم الغل والكره السياسي بين أقطابها الرئيسيين كشف أيضا أن الحالة السياسية الكردية ليست في وضع منسجم أو متفق على الأقل في قضايا مصيرية كاستقلال الكرد وهو الحلم القومي التاريخي وعلى ضفة الأحزاب الشيعية كان ثم تصراع مرير لسيما بين رأسي حزب الدعوة الحاكم المالكي الذي ما زال في دأب مستمر للعودة إلى حكم العراق مستثمرا علاقاته المتينة بميليشيات الحشد التي تبادله الود والولاء باعتباره أي المالكي رجل إيران المعتمد في العراق الجديد والطرف الآخر في هذا الصراع الأعبادي الذي يحاول استثمار انحسار مسلحي تنظيم الدولة من المدن التي سيطروا عليها عام 2013 باعتباره نصرا كبيرا ليكون منصة له لدورة ثانية في حكم العراق لكن رئاسة الحكومة ثم تمن يسيل لعابه عليها أيضا غير الأعبادي والمالكي بل ويرى نفسه الأجدر بها وهي ميليشيا الحشد التي تظن أنها من ساهم بترد مسلحي تنظيم الدولة من العراق وبالتالي لا بد أن تكون رئاسة الحكومة القادمة لها لا أحد يعرف من الذي يدير الأمور في العراق هل هي الأمم المتحدة أم مرجعية النجف أم حكومة العبادي هذا ما قاله إياد علاوي الذي يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الذي حذر من أن عمر الإرهاب سيكون طويلا جدا إذا استمرت نفس البيئة السياسية الحالية في العراق وهكذا يمضي عام ويأتي آخر والعراق الجديد في نفس الحلقة المفرغة من صراعات الشركاء السياسيين والفساد الحكومي الذي جعل خزينة البلد شبه خاوية والمجتمع يرزح تحت وطأة الفقر والعوز والبطالة والتشرد والسكن في مخيمات اللجوء وانعدام الخدمات البلدية الأساسية ومدن مسوات بالأرض جراء حروب 2017 وما قبلها لو بدأنا مع دكتور عبد الحكيم خسره القادم من أربيل الحمد لله على السلام أولا دكتور عندما يجي حكومة العبادي في العام 2014 قيل أنها حكومة التغيير بعد مرحلة قاتمة وحالكة وصعبة فترتين مالكي في الثمان سنوات الآن الحكومة على وشك الرحيل هناك انتخابات في الشهر الخامس 2018 خلال أربع سنوات هل تحقق شيء من هذا التغيير الذي وعد به المجتمع في الإرهاب؟ تحية لكم ولمشاهدين الرافذين والاستضافة طبعا ما هو معلوم أن حكومة سيد حيدر العبادي عندما تم تشكيل هذه الحكومة كان هناك وثيقة اتفاق سياسي ووثيقة الاتفاق السياسي كان بمطاليب الأطراف السياسية العراقية كان ضمنها المطاليب الكردستانية مجموعة من المطاليب تتمثل بالمادة 140 البيشمرقة أيضا الميزانية وكل النفط والغاز الملفات العالقة بين أقليم كردستان والتي كانت تسبب المشاكل في مراحل سابقة طبعا كان من مهمة سيد حيدر العبادي أيضا مطاليب الأطراف السياسية السنية المتمثلة بالمصالحة الوطنية والسجناء والمعتقلين والنازحين والكثير من الأمور طبعا صحيح أنه عندما سلم سيد حيدر العبادي السلطة كان هناك ثلث العراق تحت سيطرة داعش وتنظيم الدولة وبالتالي أهم إنجازات هذه المرحلة كان القضاء على داعش وهذه إنجازات طبعا يحسب له ويحسب لكل العراقيين الذين شاركوا في عملية تخليص العراق من هذا التنظيم لكن الثمن كان باهض يا دكتور طبعا هو إنهاء تنظيم داعش لكن كيف كان النتيجة يعني مدينة الموصل تم تدميرها المناطق السنية باتت خاوية أكثر من خمس ملايين نازح ومهجر طبعا إذا حسبنا من الحرب الطائفية في عام 2006 لحد عام 2014 وعام 2014 كان الرقم أكثر باعتبار نزوح يعني كما يقال في المثل العراقي كانت الأبطان أغلى من الوجه يعني الآن إنه حتى تخلص داعش المدن تخلصت من أهلها بل تخلصت من عمرانها الآن مسوات بالأرض 80% من الموصل مدمرة حسب مجلس محافظة 42 ألف قتيل يعني بالتأكيد كما قلت بأنه هذا حرب وبالتأكيد الحرب على تنظيم داعش لم يكن سهلا لم تكن سهلا حقيقة خاصة من قبل القوات العراقية وقوات البيشمرقة والأطراف العسكرية التي شاركت سواء العشائر العربية السنية أيضا ساهمت في القتال بصورة عامة كان إنجاز عام لكل الذين شاركوا لكن بالنتيجة كما قلنا بأنه كان النتيجة تدمير البنية التحتية العراقية النازحين والمهجرين لحد الآن يعني تغيير ديمغرافي مهول في العراق الآن أيضا يتمثل بالتأثير على الاقتصاد هناك أكثر من 130 مليار دولار مجيونية سنتحدث أيضا في سياق هذه الندوة عن الوضع الاقتصاد بالنتيجة أنه خلال أربع سنوات حقيقة النتيجة الأبرز من الممكن الحديث عنها أن العملية السياسية أصبح أكثر تفككا وهيمنة شيعية أكثر على المقدرات الدولة العراقية وطبعا وصف مسعود بارزاني أن الحكم مذهبي طائف ولا يكن التعيش معه بضبط يعني أحنا وصلنا إلى أن الحكم الحالي موجود في العراق بصورة عامة حكم مذهبي طائفي ونحن نتجه نحو تشكيل دولة دينية إذا كان رئيس الوزراء والأحزاب تنتظر خطبة يوم الجمعة لسيد الكربلائي لكي يقوموا ببناء سياسة عامة وفقها لخطبة الجمعة فأتصور بأننا نتجهنا نحو بناء دولة دينية بالإضافة إلى مشاريع القوانين بغض النظر عن حديث الدستور وغير الدستور والعملية الدين والقراطية دكتور رافع الفلاحي المشكلة الكبرى يبدو أنه كانت مشكلة تنظيم داعش أو تنظيم الدولة في العراق وقد تحقق إنجاز في هذا المجال صحيح كان ثمن غالي وتدمير مدن وتهجير وملايين لكن ثم تنجاز للعملية السياسية أو لحكومة العبادي التي وعدت طبعا بتغيير كبير هذا المنجز فعلا منجز والثمن أيضا يتناسب مع هذا المنجز بسم الله الرحمن الرحيم أبدا سيد ماجد أنا أرى الصورة على النحوة التالية نعم يعني يجب أن نسأل أنفسنا أولا لماذا إذا كنا نتحدث عن إرهاب لماذا وجد الإرهاب في العراق لماذا وجدت داعش على أرض العراق كانت هناك بيئة ومناخ وأدوات معينة موجودة في العراق والسياسات معينة هي التي أدت إلى وجود هذا الإرهاب وجود داعش وجود هذه القوات اليوم العبادي يتحدث أن الفاسدون الحكوميون هم من أدخلوا داعش جزء منها نحن من عام 2003 إلى حد الآن لا نتحدث عن أربع سنوات مضت أو ثمان سنوات نتحدث من عام 2003 إلى حد الآن نحن في حالة تدوير للفشل تدوير للخرام القضية تأخذ مجراها يعني مثل القاطرة على السك مشت في هذا الطريق تدوير وتكبير وتعاظم أيضا يعني ربما مثل حال تدوير النفايات بالضبط لأن ما انتجته العملية السياسية طوال هذه السنوات كانت خرابا على العراق لم تدد شيئا أنتجت فرقة أنتجت خرابا أنتجت إرهابا الآن أنت تواجه الداعش بالقضية العسكرية بالطائرات والدبابات والمدفعية والرجال وقتل وتدمير مدن هل انتهيت من داعش هل انتهيت من البيئة التي تولد ناس تقف مرة أخرى وتعيد هذه الكرة مرة أخرى أبدا الحكومة تقول نعم انتهينا من داعش ومن الإرهاب كيف ذلك والسياسات هي هي نفس السياسات الآن كان دكتور عبد الحكيم يتحدث عن أنه الآن دولة طائفية مذهبية تذهب بهذا الاتجاه وهذا الكلام ليس جديدا هذا من عام 2003 بانت ملامحه أنهم ذاهبون بهذا الاتجاه والآن وصلوا إلى هذه القضية بلد محكم بالميليشيات محكم بشيء بالمرجعية بتوجيهات بفتاوى بإيران التي تحكمه بهذا الاتجاه بلد فيه طائفية فيه تمييز فيه تمييز عرقي وتمييز مذهبي وطائفي وهذه قضية كبيرة جدا جدا إذن أنت بسياساتك العامة الفساد والخراب والدمار والمحسوبيات موجودة وإيران متسلطة وقوى أخرى متسلطة على الساحة العراقية موجودة طيب ما الذي يتغير هل الخطابات تغيرت أن العباد الآن يعني يرتدي قفازات بدل المالك الذي كان يلاكن بيد مكشوفا هل هذا الذي تغير أنا أعتقد هذا الذي تغير لكن السياسات هي واحدة وبالعكس بدأت تجلد الناس بدأت تسحق الناس حادلة تسحق الناس بشكل يعني واضح جدا جدا حتى سحقوا من كانوا يقولون عنهم شركاءهم لو جئنا إلى الكرد كانوا يقولون عنهم شركاءهم من قبل شركاءهم بالسنة طبعا ما الذي حصل حصل مع شركاءهم الذين يقولون سنة الآن يريدون من يتوافق معهم بكل ما يريدونه يوافقهم على كل ما يريدونه كرديا كان عربيا كان سنيا شيعيا من مليء المهم أن يتوافق مع إيران مع هذه السياسة ومع هذا الإطار الذي يريدون أن يحكم العراق بهذا الشكل هذا الجزء مما حصله بالمواجهة مع الكرد أخيرا هذا الجزء من عنده أنا لا أنظر إلى الاستفتاء أنه هو كان ربما كان كان يعني فيصلا في هذه العلاقة ربما كان نقطة الوثوب بهذا الاتجاه لكن كاشف كاشف ربما لكن العلاقات كلها مسيرة الاتجاه عربات القطار كانت تمضي بهذا الاتجاه كانوا يقولون عنها بهذا الشكل لا يعبرون عنها بشكل واضح نعم لكنهم كانوا يتحركون بهذا الاتجاه وصولا إلى المواجهة مع الكرد في أي وقت كان هذه حقيقة هذه يجب أن لا ننكرها الاستفتاء ربما كاشف لهذه القضية ربما عجل في هذا الموضوع لكن موضوع المواجهة كانت آتي آتي حتما فقط مؤجلة كانت لأن لديهم مهام أخرى كانوا يريدون أن يسيطروا عليها وفعلا كانت إيران لديها خطط معينة وصلت إلى هذا الحد وبدأت هذه المواجهة وريد أن نقول في الإجابة عن هذا بشكل مختصر نعم ومثل ما قلت في البداية أن العملية فيها تدوير لهذه النفايات من البداية عملية سياسية كان معروف من البداية أنها فاشلة مبنية على المحاصصات الطائفية والإثنية وكانت حصص وكان الفساد هو الحاكم فيها مبنية على شخص وأحزاب وقوى كثير منها حاقدة جاءت لتنتقم جاءت لتسرق جاءت لتنهب جاءت لا تملك شيئاً والآن تملك كل شيء وليس لديها استعداد لإحداث أي تغيير ليس لديها مشروع لبناء العراق لاحظ كل المواجهات التي حدثت هل فيها شيء له علاقة بالعراقيين والعراق والإنسان العراقي وحقوقه لا بدن لها علاقة بالمكتسبات ومتى أستطيع أن أمد يدي أكثر ما هي المساحة التي أستطيع أن أمتد عليها وأسيطر عليها هذا كان صراعهم من عام 2003 لحد الآن والصراع يزداد قسوة يزداد شراسة كلما مر الزمن الموضوع سيزداد شراسة الأرهاب لم ينتهي داعش لم تنتهي وهذا مقال التحالف ما زالت هي الآن هناك أيضاً نغمة جديدة أنه الانتخابات القادمة هي الفرصة الأوفر لإحداث التغيير أستاذ وليد الزبيدي مساء الخير أولاً مساء الخير يا رقم الآن أيضاً نفس النغمة عادت من جديد أن الانتخابات القادمة في الشهر الخامس 2018 ستكون هي الفرصة المناسبة للتغيير الحقيقي والجدي خاصة الحكومة طبعاً كما تقول أننا انتهينا من التحدي الأكبر في العراق وهو عملية الإرهاب أعلن الانتصار على تنظيم الدولة والإرهاب انتهى هل فعلاً ثم تستعداد من شركاء العملية السياسية لإنجاز هذا الوعد بالتغيير السياسي الذي بات يعني هذا الوعد بات عمره يمكن أكثر من عشر سنوات أن الانتخابات القادمة ستكون هي التغيير ثمت بوادر ثمت استعداد حقيقي لإنجاز هذا التغيير السياسي في العراق هناك أمران أو تزاوية ثانية في إجابة حلالكم الأولى الموقف الذي ظهر في التطريحات وعددات قوة محطة الاحتلال والعملية السياسية وقوة المقاومة التي قاومت الاحتلال الأمريكي البريطاني منذ عام 2003 حتى واقع عام 1911 التي أجبرت قواة الاحتلال على رحلة نهاية المطاف كانت موصف واضح منذ البداية لأن عملية سياسية تجري في ظل احتلال السيكي صاحب مجفوع في المنطقة ومشروع أسليمي والتوني وهذا المشروع يعمل في الشراك التامة والتانية مع قموح أسليمي في إيران في العراق والمنطقة لا يمكن أن ينتج منه إلا القراءة والدمار والكساد والدماء أيضا وقال ما نحن في النتاعي نسنا في المنطقة الدماء فإنما رحل تقول وقمين مخلصة والتي فعلا أرادت أن يكون في العراق بما تبين الآن بأنه دقيق ولا يمكن أحد أن يقول كان هذا الكلام مجرد إنشاء أو مجرد كلام بالاستعلاق الإعلاني والمحل هذا المجانب الجانب الثاني والجاوية الثانية هي ليس المرة الأولى بس يظهر فيها هؤلاء البرلمانيون والسياسية والحكوميون في خطط وقعود للأصلاح للقراء هناك عمليات تركة انتخاذية كان مثل الحكم في عام تموز 2003 أول تجربة الأسف سيئة جدا وهي التي أنبت هذا البدر السيئة لكن الآن الظروف مختلفة دعا سمحت لي الآن الظروف مختلفة ثم تإنجاز كما تحدد دكتور خسرو أن الإرهاب أو الحكومة أنجزت ما يسمى الحرب على الإرهاب أو القضاء على الإرهاب وهناك المدن التي سيطر عليها تنظيم الدولة تم استعارتها الحكومة تتحدث الآن معركتها القادمة ستكون مع الفاسدين وهذه مؤشرات أو ملامح أو أسس يمكن البناء عليها لإحداث تغيير سياسي الظروف الآن مختلفة أولا الجانب الأمني لا يمكن أن يربط بجانب التنموي هذا من جانب من جانب آخر إذا الحكومة اعتقدت بأنها فعلا هي التي تمكنت من حسم المعركة ضد تنظيم الدولة فهذا وهم بالقوة غير صحيح الكل يعرفون ويتحدثون أن القوات الأمنية والحشد والعشائر كانوا يذهبون بعد سل المكان بعد أن تقصده طائرات تحارف وتدمره بالكامل لنظرية قصف السجادة وتيعت كثيرا الحديث عن الذين يذهبون إلى المكان المقطور تأخذهم صور إذا تقصده هذا الأمر سيقعون في كارثة أخرى لكارثة أنه يسمى وهم القوة ولكن الحديث الآن عن عملية سياسية ركائف السور لكل سيئات والذي تمخل عن هذا الأمر وأدوات العملية السياسية ممثلة برموز العملية السياسية الذين يعودون الآن إلى الانتخابات والحكم والسلطة فهو الجرائم والانتخابات وأيضا توجهوها في أكبر شركات التاريخ نعم دكتور خسرو تحدثت أن الحكومة أنجزت شيء كبير وهو القضاء على الإرهاب أو انهاء تنظيم داعش أو تنظيم الدولة وعلنت النصر طبعا عليه كانت الحجة سابقا أن الإرهاب مهيمن على العراق مسيطر وبالتالي ليس الأولوية للأمن وللجانب العسكري وبالتالي لا حديثة إلا لهذا الحديث أن القضية قضية الإرهاب ننتهي منها ثم نبدأ بعملية الإصلاح السياسي تعتقد الحكومة الآن بعد إعلانها النصر على قوى الإرهاب جادة في أن تمضي بعملية إصلاح حقيقية؟ يعني بالتأكيد ننظر إلى الحكومة إذا كانت لديها إرادة حقيقية في عادة بناء الدولة فلعادة بناء الدول دولة عدة أسس بالاستناد إلى تجربة 14 سنة هل ثمت إرادة؟ لا طبعا المشكلة أنه الآن إذا نظرنا إلى الحكومة على سبيل المثال إذا أرادت إعادة بناء الدولة عليها أن تقوم بالمصالح الوطنية إنهاء المشاكل الموجودة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية إعادة استيطباب الأمن ليس فقط الأمن بل هي بدل أن تحل مشاكل مع كردستان العراق خلقت مشكلة كبرى أيضا فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المناطق السنية يعني بحاجة إلى برنامج تهيل اقتصادي اجتماعي سايكولوجي باعتبار الإنسان النازح صارت لس سنوات النازح بتعرض إلى يعني أهزة سايكولوجية خاصة في هذه المناطق يعني بالتالي هذا برنامج واسع حقيقة إذا لم تقوم الحكومة العراقية بالتنسيق بل الذي يمنح أن تقوم بهذا البرنامج أتصور بأن ما زالت الكتل السياسية وخاصة الكتل السياسية الشيعية ما زالت لديها مخططات ولديها استراتيجية وتأتمر بأوامر خارج حدود الدولة العراقية وبالتالي من الصعب جدا نتوقع وجود شيء تتمثل به كيفية التعامل مع المجتمع الدولي يعني التعاون مع المجتمع الدولي يعادت بناء هذه المناطق باعتبار نرى هناك مؤتمر مانحين نرى هناك وزارة التخطيط تتحدث عن 150 مليار دولار لعادة اعمار المناطق المستعادة والدولة شبه مفلسة وصندوق الدولي يتحدث أن الاقتصاد دخل مرحلة الخطر مع مديونية 133 مليار 133 مليار دولار أيضا انخفاض قيمة تشعر نفض حتى الاحتياط النقدي العراقي انخفض إلى أقل من 40 مليار وربما رقم أقل 45 مليار محاضر بنك المركز نحن أمام حقيقة الصعوبات هذه الصعوبات لا تستطيع الحكومة الاتحادية القيام بها إذا لم تكن هناك تعاون وتنسيق أولا داخلي مع الكتل السياسية جعل أقلم كردسان على سبيل المثال من خصم إلى شريك في هذه العملية جعل الكتل السياسية والمحافظات السنية على سبيل المثال شركاء في كيفية التعامل مع قضية إعادة البناء وإعادة تأهيل الدولة العراقية إذا لم تكن هناك خطة شاملة بهذا الاتجاه فأتصور من الصعب جدا على حكومة الاتحادية على حكومة الاتحادية تقوم على نفس طائفي تقوم على نفس المنتصر المكونات على مكونات أخرى ما أتصور أنه من الممكن القيام بهذا وأتصور هناك أنعكاس لمسألة أخرى أن المجتمع الدولي خاصة بعد أزمة التعامل مع أقلم كردسان بات على معرفة جيدة بأن الحكومة الاتحادية حكومة لا تنوي إعادة بناء الدولة وخاصة كما سمعنا وزير الخارجي الألماني عندما أشاره بوضوح بأن المساعدات الألمانية إلى العراقية مرهونة بكيفية التواصل المصالحة الوطني والتواصل مع أقلم كردسان على سبيل المثال بالإضافة إلى هناك شروط لصندوق النقد الدولي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشار بصورة واضحة بأنه لا بد من إعادة النظر بالموازنة الاتحادية وحصة تقليم كردسان وهذا لا يتعلق فقط بحصة تقليم كردسان بل محافظات الأخرى كيفية بناء عملية متوازنة للتنمية في العراق هذه كل من الأمور حقيقة بدأت تتوضح لدى المجتمع الدولي وبدأت تتوضح لحتى الداعمين للعراق في المؤسسات الدولية في المقابل نجد بأن الانتخابات والفوز بالانتخابات القادمة أصبحت هي المحددة لكيفية التعامل مع الشركات كيفية التعامل مع الأطراف السياسية الأخرى يعني على سبيل المثال الآن هناك مراهنات على أنه مدى كلما زادت تصعيد مع أقليم كردسان استطاعت الكتل السياسية الاستحواذ على أصوات الناقبين خاصة بعد إثارة ترحيل الأزمة وإيجاد عدو جديد حتى إيجاد حاضر الاستفر وحتى فيما يتعلق بالرأي العام على سبيل المثال إثارة الرأي العام الداخلي أو الشارع الشيعي بالذات تجاه أقليم كردسان من درجة الأساس وأيضاً تجاه المكونات الأخرى التي يسمون بالإرهابيين والدواعش حقيقةً هذا أيضاً يخلق نوع من أنه جزء من منافسة انتخابية تتنافس عليها هذه الأحزاب وأيضاً تسبب مشاكل مستقبلية وهو زيادة الاحتقان الطائفي زيادة الاحتقان القومي وربما توقع إعادة دورة الصراعات داخل الدولة العراقية وبالتالي إذا استطعنا القضاء على داعش عسكرياً فإنه من غير الممكن القضاء على الصراعات بين المكونات وخاصة وحتى عسكرياً دكتور التحالف الدولي الذي يقوم بتقديم الدعم الكامل للقوات في العراق شكك في هذه القضية قال أن الصراع مع تنظيم الدولة أو المعركة لم تنتهي دكتور رافع الفلاحي العملية السياسية قامت على ركائز وفق المحاصطة الطائفية المحاصطة الطائفية الأحزاب الشيعية الأحزاب الكردية والأحزاب السنية الأحزاب السنية الملحقة بالعملية السياسية الآن صفر على الشمال أزمة كردستان العراق أيضاً كشفت أن الأحزاب الطائفية الموجودة مستعدة أن تذهب بكل الخيارات حتى وإن كانت عسكرية دموية وما إلى ذلك هل بقي شيء من التنظيل للعملية السياسية أنها إطار وطني أساسيات في المجتمع العراقي بعد هذا الذي جرى أولا أستاذ ماجد لا وجود لمشروع أو إطار وطني حاكم في العراق والسياسة الموجودة الآن في العراق باختصار عندنا أستاذ وليد أيضا من عام 2003 لحد الآن أريد أن أقول فقط مثال بسيط على هذا الموضوع بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع أخواننا الكرد بطروحاتهم بغض النظر عن هذا اختلافنا أو اتفاقنا معهم لكن هل يحق لمن كانوا يقولون أن الكرد شركاءنا في الحكم شركاءنا في العراق شركاءنا في كل شيء هل يحق لهم أن يقولوا أن الكرد ليسوا عراقيين هذا ما قالوه ومن قاله هم قادة الأحزاب الحاكمة في العراق قالوه من حزب الدعوة وكل الأحزاب وأعضاء في الحكومة أيضا ومتنفذين وحاكمين يقولون هذا الكلام إذن من البداية هم يتصرفون على أن العراق مجرد بقعة يتحركون عليها لمد مكتسباتهم للسيطرة أكثر لدفع الآخرين مهما كانت جنسيتهم مهما كانت قوميتهم نرضى عنه عراقي لا نرضى عنه ليس عراقي يرضون عنهم إذا ما وافق على كل ما يطرحونه ويكون خدما خادما مسيرا بيدهم هذه هي الحقيقة أما مصال حك نحن من نحدد مصال حك نحن من نحدد كيف تتحرك هكذا يريدون القضية كما تعاملوا مع الأحزاب السنية بالضبط هذه القضية لا تختلف الحقيقة لذلك لا يوجد مشروع وطني لا يوجد أي أفق لمشروع وطني هذه العملية السياسية لا تتحمل أن يكون هناك مشروع وطني من البداية هناك محاصصات ودستور وهذه المحاصصة أنا شكرا دكتور ودستور مبني على هذه القضية مبني على مكونات وليس مبني على مواطنة أستاذ وليد الزبيدي إبراهيم الجعفري في آخر لقاء مع صحيفة عكاذ السعودية قال إن المحاصصة سرطان أنهك العراق ولا بد من إلغائه غير مأسوف عليه إذا كانت المحاصصة سرطان دمر العراق دمر العراق الدولة والمجتمع لماذا التشبث به لماذا شتمه كلاما والتشبث به عمليا إلى من يوجه هذا الكلام من المقصود بهذا الخطاب المحاصص سرطان الذي حصل في العراق أن العملية السياسية والتشتور وأدواتهم بالواقع تنفذون مشروع واضع عن الخطاب جميع المراسلين أنه مشروع في العراق في القنطق فالمحاصص كانت كل طائفة حريصة على طائفتها وتقدم لها سنية ودماء وقدمات وعفقيا أيضا يكون نفس الشيء ربما ضررها ولكن أن المناطق الدنيا التي يترجد أن المحاصص السياسية الآن هي في أسوأ أحواجها لهذا نحن ننظر تصورا مستوى أخرى المستوى على أن هذه الحكومة والعمل السياسي تشيئت وكل عمله كان بخدمة مشروع جبان وهذا ما يصفح حاجة بعدا هيمنت على بغداد والمناطق السياسي الآن ستريد أن تهيمن على جمال كراف تحط طريق الذي يرغب الطهران أدركها في سوريا بالبحث المتواصل نعم أشكرك الأستاذ وليد الزبين الكاتب بالباحث السياسي شكرا جزيلا أيضا كان مما شهد 2017 كان المعركة مع تنظيم الدولة إذ استطاعت الحكومة وقواتها وميليشياتها أن تستعيد المناطق التي كان قد استحوذ عليها مسلح تنظيم الدولة بعد العاشر من حزيران من العام 2014 نناقش في الدقائق القادمة أو الوقت القادم الوضع العسكري والأمني في العراق بعد أن نشاهد هذا التقرير المصور القوات الأمنية في العراق في الثامن من آب عام 2003 أصدر رئيس سلطة الاحتلال بول بريمر قراره رقم 22 بتشكيل جيش جديد في العراق بعد تفكيك جيش السابق بدأت القوات الأمريكية العمل على إعادة وزارة الدفاع لتتمكن من الإشراف على الجيش الجديد بإشراف أمريكي تألف الجيش الجديد من القوات البرية والبحرية والجوية وهي أتواركان تتولى السيطرة على هذه القوة والتي بلغ عددها أكثر من 20 ألف شخص ليصل إلى 35 ألف شخص مع نهاية حزيران 2003 تألف الجيش أنذاك من ثلاث فرق تضم كل فرقة 27 فوجا آليا خفيفا مع بداية حزيران 2003 ارتفع جمالي الضباط المتدربين إلى 1692 ضابط وضباط الصف المتدربين إلى 3500 يشكل 15 فوجا عسكريا بالنسبة لتألف القوات الحكومية حاليا في العراق لدينا الجيش الحكومي النظامي وأيضا الفرقة الذهبية أو قوات السوات طبعا أبيد نصفها في الموصل وفق وزارة الدفاع الأمريكية الشرطة الاتحادية قوامها ميليشيا بدر أبيد ثلثها في الموصل وفق الصحافة الفرنسية ولدينا جهاز مكافحة الإرهاب ولدينا ميليشيا الحجد المكونة من الميليشيات وفرق الموت الطائفية الخاصة والتي تشكلت بعد فتوى السستاني في الجهد الكفاية عام 2014 لدينا أيضا قوات البشمرقة الكردية الحشود العشائرية أي الصحوات والتي شكلها قائد القوات الأمريكية السابق في العراق ديفيد بيترويس حشود الأقليات مثل الحشد المسيحي واليزيدي وهذه هي القوات التي خاضت الحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة الذي سيطر على أربعين بالمئة من مساحة العراق في عام 2014 طبعا مدعومة بتحالف دولي مؤلفة من سبعين دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبإسناد من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني نرحب بضيفنا العقيد الركن حاتم الفلاحية المتخصص في أشهر العسكرية والأمنية مساء الخير سيادة العقيد مساء النور أهلا وسهلا كل هذه الحشود التي طبعا وردت في التقرير المصور تحالف دولي من سبعين دولة حشود عسكرية شرطة حشود عشائرية حشود أقليات كلها لحرب بضعة آلاف من المسلحين في السياقات العسكرية هل هذا مقبول معقول متفهم؟ نعم بداية أنا أود أن أبين بأنه في المعاركة التي تجري يجب أن تكون نسبة المهاجم إلى المدافع ثلاثة إلى واحد في أفضل الأحوال وقد تزداد هذه النسبة حسب متطلبات المعركة يعني قد تصل إلى نسبة خمسة إلى واحد ولكن في معركة الموصل أو في مواجهة تنظيم الدولة في العراق أعتقد بأن القوات الحكومية كانت تزيد على عشرين ضعف بالنسبة لتنظيم الدولة يضاف إلى هذا الإمكانيات التكنولوجية والإمكانيات العسكرية التي تمتلكها قوات التحالف الدولي من طيران ومن أقبار صناعية ومن دعم لوجستي واستخباراتي وما إلى ذلك إذن نحن نتكلم عن قوة كبيرة جدا يمكن أن تبيج يوش بأكملها مقابل مجموعة من تنظيم الدولة قد تصل إعدادها إلى بضعة آلاف في مدينة الموصل أو في مناطق أخرى إذن هناك خلل في كفة التوازن ما بين تنظيم الدولة وما بين القوات الحكومية ولكن رغم هذا التحشد الكبير في القوة الحشد الكبير في القوة لقوات التحالف والقوات الحكومية نرى بأن هذه المعارك كانت باهضة التكاليف على هذه القوات مما أدى إلى إجبار هذه القوات على أن تقاتل في مدينة الموصل لمدة تسعة أشهر متتالية هذه التسعة أشهر كانت معارك ضارية ما بين التنظيم وما بين القوات الحكومية وكانت لها أسباب كثيرة جداً لأن هذه القوات لم تكن تمتلك القدرات القتالية التي تؤهلها لخوض مثل هذه المعارك في حرب عصابات مع تنظيم الدولة الذي يجيد هذا النوع من حرب العصابات وبالتالي أنا أعتقد أنه ما حققته القوات الحكومية من استعادة لهذه المناطق هو يعد في الحسابات العسكرية عملية استعادة لكثير من الأراضي ولكن التكلفة كانت باهضة جداً الخسائر كانت كبيرة جداً سواء كانت في المدنيين أو سواء كانت في البنى التحتية أو في القوات الحكومية الحكومة تتحدث أن النصر الذي تحقق على تنظيم الدولة كان نصراً عراقياً بجهود أو بتضحيات القوات الأمنية وأن التحالف الدولي بطيرانة والمستشاري العسكريين والمدفعية وما ذلك كان عملاً ثانوياً ما مددقة هذا الكلام؟ نعم أكيد هذا الكلام غير صحيح والصحيح بأنه ما قالته الوكالات العالمية وما صدرت من تقارير مثل من صحيفة الاندبيندن البريطانية مثلاً تقول بأنه عندما نتكلم عن انتصار القوات الحكومية فهو انتصار كاذب وانتصار مخادع لأنه الضربات الجوية لقوات التحالف الدولي هي التي تحسم المعركة وهذا هو الصحيح لأنه دائماً تفتتح المعارك من قبل القوة الجوية وتحسب من قبل المشات على الأرض ولكن ما جرى من معارك في مدينة الموصل ومن إيقاف هذه العمليات لمرات متعددة بسبب سوء الأحوال الجوية وتراجع القوات الحكومية عن موقعها التي هي فيها كانت واضحة للعيان بأن هناك خلل كبير جداً في هذه القطاعات إذا لم يكن هناك إسناد جوي وإسناد جوي كبير جداً كانت كثير من المناطق التي لا تستطيع القوات الحكومية من الدخول إليها تقوم بعمليات تجريد لهذه الأرض استخدام للأسلحة المحرمة دولياً استخدام لأسلحة تدميرية كبيرة جداً من صواريخ وطائرات وما إلى ذلك لكي تتقدم هذه القوات بدون أن تكون هناك مقاومة على الأرض إذن نحن نتكلم حقيقةً عن عملية تجريد جوي كامل لهذه المناطق وعملية تدميرية لكثير من الأحياء كما حصل في مدينة الموصل في الجانب الأيمن وبالتالي يعتبر العامل الحاسم في حسم هذه المعارك كان للقوات الجوية لقوات التحالف الدولي وكانت هناك كثير من الأمور التي حاول أن يذللها التحالف الدولي من استخدام لطائرات الأباتشي واستخدام للأسلحة الموجهة لتدمير سيارات مفخخة وما إلى ذلك إذن نحن نتكلم عن دعم لوجستي ودعم استخباراتي ودعم قتالي موجه بإسنات قريب من قبل طائرات التحالف الدولي نعم دكتور رافع الفلاحي بهذه الكلفة الكبيرة لهذا الانتصار الذي أعلنته حكومة ألاف القتل أربعين ألف قتيل فقط في الموصل ثمانين بالمئة من الرمادي ومن الموصل مسوات بالأرض حتى الجثث لا زالت الآن الدفاع المدني في الموصل يتحدث عن صعوبة في انتشال هذه الجثث وهذه طبعا الملايين المشردة الآن هذا الانتصار هل تستطيع الحكومة أن تتاباها به هل تستطيع أن تبر سياسيا وأخلاقيا وأن تبني عليه مجلس سياسي الآن رئيس الحكومة يستثمر في هذا الانتصار لولاية ثانية أخلاقيا وسياسيا يبرر مقبول أبدا أستاذ ماجد لدينا في العراق منذ عام 2003 إلى الآن يعني منذ احتلال العراق لحد الآن يعني ما يقرب منكم 11 سنة لدينا مفردات بلا معاني الحقيقة أو معاني مشوهة لدينا مفردة النصر ما معنى النصر وكيف يمكن أن يقاس النصر ما هي معايير النصر ما هو شكل النصر يختلف تماما أنت عندما تبيد مدن كاملة تقضي على مدن كاملة تقضي على بناها التحتية تهجر خمس ملايين مواطن تدمر بلد بكل إمكانياته ستة محافظات تخرجها خارج الحسابات مدينة مثل الموصل مدينة فيها عمق تاريخي فيها عمق مدني إنساني إخلاقي كل هذا تدمره بالكامل 80% إذا قوى الإرهاب هذا الإرهاب الذي يفتك بالعالم يفتك بالمجتمع هذا الثمن متوقع أن تتخلص من الإرهاب ليس هناك شيء مجاني أنت لا تستطيع أن تقنعني أنك يجب أن تجفف بحيرة كاملة لأن فيها سمك سامة تسقط طائرة مثل ما يقولون لأن فيها إرهاب وفيها 300 مواطن بريء لا يمكن أن تقنعني بهذه القضية ليس بهذا الشكل ليس بهذه السلحة ليس بهذا التدمير ليس بهذه العنجهية بهذا القراب بهذا الدمار مدينة سويت مع الأرض الجثث أنت تتحدث عن 40 ألف والعدد أكبر ربما صحيفة الاندي بندت ذكرت البريطانية نعم العدد ربما أكبر والجثث تحت الأنقاض هذه تكلفة ليس لها علاقة بالنصر أنت يعني عندما تخوض حربا مع دولة مجاورة دولة غريبة خارج حدودك دولة محتلة إليك الحسابات تختلف لكن أنت تحارب داخل بلدك ساحة المعركة هي مدينة هذه ساحة ليست مكشوفة مدينة بكل تفاصيلها عندما تضرب بيتا عندما تضرب شارع مستشفى مدرسة أنت الخسائر في سلتك وليس في سلة العدو هذه أنت تدفع ثمنها في بلد اقتصادا متهاوي فيه تشوهات كبيرة فيه ديون فيه مصائب فساد يأكله كيف ستعوض كل ذلك كيف ستعوض الناس كيف ستقلع الناس أنها تتعايش بمبدع عراقي وطني تنظر إلى الحكومة نظرة جيدة تنظر إلى قواها إلى دوائرها إلى مؤسساتها نظرة إنسانية وإخلاقية وهم دمروهم كيف تنظر إلى الجيش الذي سيراد له أن يحكم كيف تنظر إلى الميليشيات هذه اللي يكون عليها مقدسة كيف تنظر إليها نظرة إنسانية وإخلاقية وهم تعاملوا معهم بهذا الشكل مفهوم النصر مفهوم مشوه لا يمكن إقناعي إن ما حصله ونصرا أن تقرب مدينة أن تدمرها بالكامل لكي تخرج الإرهابيين ستة ألاف وسبعة ألاف أن الجامعة العربية قبل يومين تحدثت أن النصر في العراق أو تعامل العراق حكومة العراق مع الإرهاب وسحقة نموذج يحتذا به الجامعة العربية أولا يعني عليها أن تحدث عن سياسات ما الذي فعلته في تاريخ العرب كله لكي بعد ذلك تنظر إلى العراق أين هو دور الجامعة العربية أين دور العرب فيما حصل إلى العراق أساسا لكي يتحدثوا بهذه الشكل هذه منقولة عن علاقاتهم وضغوطاتهم وعلاقاتهم ومن يدفع تكاليف أو رسوم البقاء في الجامعة هذه قضية أخرى يعني الجامعة التي أعطت مقعد العراق لحكومة تحت الاحتلال هذه لا يمكن الحديث عنها تركنا منها لكن أنت تحدث عن الواقع واقع الحال هذا الذي حدث الآن مشردين الآن بعد أن ادعوا أن عودة النازحين الآن تتحدث منظمة الهجرة الدولية سنتحدث عن تحدثون عن ثلاث ملايين غالبيتهم من الموصل نتحدث في سياق هذه الندوة والآن ما كانوا في الموصل الآن من عادة في الموصل يواجهون الاغتيالات والخطف والقتل والخوف أيضا هناك الكثير لا يريد العودة بسبب وجود ميليشيات الحاشد عقيد ركن حاتم الحكومة أعلنت في بيان صريح أنها انتصرت في هذه المعركة ضد الإرهاب قضت على ما يسمى تنظيم داعش من وجهة نظر عسكرية بحته هل فعلا ثمت بوادر على الأرض للانتصار على قوى الإرهاب على تنظيم الدولة على تنظيم داعش في هذه العمليات اليومية العمليات الإرهابية اليومية من الحويجة إلى الحدود السورية العراقية الحكومة كيف ستواجه المجتمع بهذا التناقض أن هناك نصر والعمليات الإرهابية ما زالت مستمرة نعم لا شك بأن القوات الحكومية استعادت السيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرة الحكومة من حزيران عام 2014 وهذا لا شك فيه المسألة الأخرى بأن تنظيم الدولة فقد من القدرات العسكرية والإمكانيات اللوجستية الشيء الكبير خلال هذه المعارك التي دارت لمدة أكثر من عامين وبالتالي نحن نتكلم عن ضعف لإمكانيات الدولة ونتكلم عن انحصار جغرافي لتنظيم الدولة بشكل كبير جدا ولكن السؤال هل تم القضاء على تنظيم الدولة في العراق أنا أعتقد بأنه الأسباب التي أدلت إذا ظهور تنظيم الدولة وسيطرتها على المناطق إذا لم تهنتهي هذه الأسباب الموجبة للتي أجبرت التنظيم على الظهور بفترة السابقة وتعاطف كثير من الناس معه سوف تبقى مسألة تنظيم الدولة عالقة يضاف إلى هذا بأن تنظيم الدولة قد ينتهي عسكريا ولكن التهديد الأمني سيبقى مستمر لفترة طويلة جدا في المناطق السنية التي خرجت عن سيطرة الدولة في الفترة السابقة سنتحدث تأسمحت لي عن قضية الفرق بين الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة وبقائه أمنيا أو إرهابيا لكن نسأل دكتور عبد الحكيم خسره دكتور هذا الانتصار انتصار الحكومة على الإرهاب أو على تنظيم الدولة مع استمرار هذه العمليات الإرهابية عملية في الحويجة كانت كبيرة ذهب ضحيتها الشيخ عشائري ومدير شرطة الحويجة الحكومة تتحدث طبعا أمس أن تنظيم الدولة لم يعد سيطرته على الحويجة وهناك حديث عن دفع بقطاعات عسكرية باتجاه الحويجة قطاعات عسكرية باتجاه الحدود السورية العراقية هذا الإعلان النصر على تنظيم الدولة كان فعلا أمرا واقعا أم لدوافع سياسية انتخابية تعرف أنه حتى حضرتك ذكرت أنه العبادي ليس له من منجز إلا الانتصار على تنظيم الدولة وبالتالي التعكز عليه للمضي في قضية عارة انتخابة لدورة ثانية يعني مسألة الانتصار أشار الأستاذ إلى أنه مسألة الانتصار والمفاهيم فيما يتعلق بمفهوم الدولة مفهوم الهوية مفهوم النصر مفهوم البناء هذه كلها مفاهيم مشوعة الانتصار موجود انتصار عسكريا موجود باعتبار كان هناك وجود قطاعات لتنظيم داعش الإرهابي موجود في المدن وفي المناطق المختلفة في العراق وفعلا تم القضاء عليه لكن العمليات الإرهابية والمجاميع الإرهابية ما زالت مستمرة وموجودة وكان هناك عمليات على سبيل المثال في منطقة الحويجة إذا نظرنا إلى كيفية ربط مسألة تحرير الحويجة مع الدخول في مواجهة مع قليم كردستان سبب أن انسحاب قوات البيشمرقة من هذه المناطق خلق فراغ وهذا الفراغ الأمني خلق إعادة نشاط هذه الحركات الموجودة خاصة في توس كورماتو والمناطق القريبة من هذه المناطق دكتور أنت تذكر أن العبادي في بيان النصر ذكر كل القطاعات العسكرية التي حاربت داعش ولم يذكر البيشمرقة مع العلم أن قوات البيشمرقة كانت هي القوات السباقة لماذا لم يذكرها؟ يعني كان لأهداف حقيقة سياسية بالذات الناطق باسم الحكومة قال خطأ مطبعي لم يكن طبعا من الصعب جدا الحديث عنه مهما كان المهم الرجل أشار في تويتر حول أو أشار إلى قوات البيشمرقة نحن فقط نتفق على نقطة لا نستهين بدماء الضحايا العراقيين سواء البيشمرقة على طرف هذه النقطة الحكومة يبدو أنها غير محترفة أو لا تريد أن تعترف بدور البيشمرقة في محاربة تنظيم الدولي بالضبط فكل الفصائل التي شاركت في عملية تحرير العراق من الإرهاب يجب أن نثمن دماء الضحايا والتضحيات الكبيرة التي قدمتها وأيضا يجب أن نذكر الضحايا من المدنيين الذين سقطوا حرقة في هذه المعارك أيضا يجب أن نذكر الجرائم التي قامت بها تنظيم داعش خاصة مع الإيزيديين وما حدث للمسيحين ومن المثلون دكتور إذا لم يستثمر هذا الانتصار سياسيا أو في بناء الدولة بالضبط هذه النقطة النقطة الأساسية أنه هل من الممكن البناء على هذا الانتصار الذي شارك به جميعا أما أنه سيبقى عملية ثائرية وانتقامية هي عملية انتخابية المشكلة أنه كان هناك أدة مراحل لإعلان الانتصار كان هناك إعلان بعد تحرير الموصل كان هناك إعلان أيضا بعد تحرير الحويجة أيضا كان هناك إعلان بعد تحرير المناطق الأخرى في الأنبار إذن كم إعلانات للانتصار كم مثل إعلانات استعادة السيادة التجاوز السبع مرات بالضبط يعني إعلانة استعادة السيادة إذن نحن أمام حقيقة مواد انتخابية بامتياز وسوف نخسر حقيقة المكاسب التي حصلنا عليها إذن لم تكن هذه الجود كما أشرت في البداية أنه لم يكن هناك استثمار حقيقي سواء داخليا من خلال التواصل مع الأطراف السياسية وإيضا مع المجتمع الدولي في كيفية عادة بناء الدولة العراقية نعم طبعا كان 2017 حدث أبرز حدثين سياسي وعسكري سياسي كان استفتاء كردستان العراق والعسكري كان استعادة مدينة الموصل بعد معركة استمرت لمدة تسعة أشهر كانت معركة قاسية وطويلة شاركت فيها الكثير من الحشود العسكرية وكان أيضا فيها الكثير من الخسائر على مستوى البشر وعلى مستوى الحجر نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا قال حيدر لابادي إن معركة الموصل كانت معركة نظيفة سعينا من خلالها إلى إنقاذ الإنسان قبل تحرير الأرض وأن قواتنا حرصت على سلامة الدور السكنية للمواطنين والبنى التحتية والمنشئات الحكومية والشكاوى قليلة جدا كما إنني لم أتسلم أي شكوى أو تجاوز من الحجر الشعبي هناك وليد الحل القياد في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي العراق أصبح أموذجاً لالتزاماته الإنسانية في معركته ضد الإرهاب وأن قواتنا الأمنية في حربها ضد داعش تقيدت بمعايير حقوق الإنسان بالكامل أما المنظمات الحقوقية الدولية فكان لها رأي وتوثيق آخر فهيومن رايتس ووتش قالت إن القوات العراقية لجأت كثيراً إلى تعذيب وإعدام الأسرى أثناء المعارك في ظل إفلات كامل من العقابة وأحياناً مع نشر صور ومقاطع فيديو للانتهاكات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنذ عام 2014 نفذت أيضاً قوات حكومة كردستان والحجر الشعبي نفذت تدميراً موسعاً للممتلكات المدنية في مناطق سنية تم استردادها من داعش منظمة العفو الدولية قالت إن القوات الحكومية والميليشيات الشيعية شبه العسكرية وتنظيم الدولة ارتكبوا جرائم حرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سياق النزاع الداخلي المسلح حيث قامت الميليشيات الشيعية بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري وتعذيب للمدنيين الفارين من النزاع وظل الآلاف محتجزين دون محاكمة بتهمة الإرهاب وأعدم أشخاص بعد محاكمات جائرة وبقيت الإعدامات مستمرة بواتيرات عالية مجلة دير شبيقل الألمانية واسعة الانتشار وصفت الذين خاطوا حرب الموصل من القوات الحكومية وفرق الموت الطائفية بالوحوش وليسوا الأبطال صحيفة الانديبندنت البريطانية قالت إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الموصل تخطى عتبة الأربعين ألف أما صحيفة الجارديان البريطانية اعتبرت تحرير الموصل كان نوعا من عمليات العربدة والهوس في القتل وسفك الدماء ليس إلا أما دمار البنى التحتية في الموصل فقد تحدث مجلس محافظة نينوى عن تدمير ثمانين بالمئة منها وما زال الدفاع المدني في نينوى يتحدث عن صعوبة كبيرة في انتشال الجثث المطمورة تحت الأنقاض دكتور رافع حرب نظيفة كما يصفها الإعبادي حرب الموصل كانت حرب نظيفة وليدي الحلي من حزب الدعوة يقول تقيدنا بمعايير حقوق الإنسان بالحرف ماذا لو كانت حرب قديرة؟ هذه كارثة عندما يتحدثون يعني الرأي العام في العراق أو الخارج من الممكن أن يحمل هذه التصريعات على محمل الجد؟ أريد أن أتذكر عندما بدأت معركة الموصل كان هناك توجيه حكومي كان هناك نداء حكومي كان هناك قرار حكومي ببقاء الناس في بيوتها ببقاء الناس في المدينة عندما بدأت المعركة بالموصل إذن ساحة المعركة تحتوي على المدنيين وبينهم مجامع من الإرهابين داعش غيرهم وأنت تهاجم بكل هذه القوات ساحة معركة فيها مئات الآلاف ملايين البيوت ربما فيها أكثر من مليون ونصف مواطن أعزل مدني تحت القصف تحت وابل الرصاص هكذا كانت كيف يمكن الحديث عن معركة نظيفة وهي ساحة المعركة بهذا الشكل إذن هؤلاء الذين ماتوا أربعين ألف أو أكثر الذين تحت من أين جاءوا؟ سواء داعش أو سواء الحكومة تحدث عن خسار مدنية آئلة جدا جدا كيف تكون معركة نظيفة؟ هل هيوم الرئيس واجت تحدثت على قدم المساواة القوات الحكومية وتنظيم داعش والميليشيات ارتكبت جرائم بنفس الدرجة؟ نعم لاحظ كانوا يتحدثون عن ممرات آمنة ما هي الممرات الآمنة؟ كان الناس يفضلون البقاء في بيوتهم على الخروج لأن من سيواجههم هي ميليشيات تقتلهم تحقق معهم بطريقة تسلبهم كل ما يمتلكون كانوا يعزلون الرجال على النساء بطريقة فجة وطريقة غريبة عجيبة وكانوا يصفون الكثير منهم صفين شاهدنا أفلاما لقطات رهيبة شاهدنا أطفال يسحبون ويوضعون تحت صرف الدبابات بدواعي أن هؤلاء من داعش دعني أقول هذا من داعش لكن نحن نتصرف معه كدولة عندما تكون دولة وحكومة وتقول نحن دولة والقانون يحكمن إذن عليها أن تأخذ هذا الشخص أثاروا ودفع إلى المحكمة إلى العدالة أثاروا ضجة كبيرة وهاجموا وزير الدفاع لأنه قال أن من يقبض عليه من تنظيم داعش يعامل كأسير حرب قامت القيامة عليه حتى عاد واعتذر هذه حقيقة حتى عندما تتقاتل مع جيوش خارجية جيوش محتلة أنت تعامل الناس على أنه الأسير له حقوق معينة وهذه الأمم المتحدة ميثق الأمم المتحدة يضمن له هذا أما أن تعاملوا بهذه الطريقة أنه داعشي ويجب أن يسحق تحت الدبابة لم تختلف عن داعش وهو منظمة أرهابية في تعاملها مع من تغفظ ما هو هذا الغضية أنت تحارب الأرهاب بالأرهاب أين الممرات الآمنة كيف يمكن الحديث عن حرب نظيفة وأن تستخدموا فيها حتى الفسفور الأبيض حتى أسلحة محرمة دولية فسفور الأبيض استخدموا بها قنابل قنابل شديدة الانفجار الموصل مدينة قديمة خاصة الجزء الأيمن منها قديم جدا عندما تستخدم والبيوت متلاسقة عندما تستخدم المدفعية المدفعية والصواريخ كلها يعني أمريكا كانت تتحدث عن الصواريخ الذكية وقتلت من العراقين ما قتلت كيف مع هذه القوات التي لا تعرف لا ذكية ولا غبية كل الصواريخ تسقط على الناس وتقتل ناس عشوائيا مدنيين عشوائيا أنت لا تستطيع أن تحدد هذا الإرهابي في أي شارع في أي مكان يتحرك وإذا كان موجود في بيت معين هل يحق لك أن تفني أو تدمر حيا كاملا لأنك تستهدف إرهابيا واحدا هذه كارثة كبيرة حديث عن حرب أشكره دكتور عقيد ركن حاتم الحكومة تتحدث أنها قضت على البنية العسكرية للتنظيم إلا أن إرهابه سيبقى متواصلا هل من شرح من وجهة نظر أمنية وعسكرية لهذا البيان الحكومي؟ نعم بداية دعني أبين التضارف في التصريحات ما بين التحالف الدولي وما بين الحكومة العراقية نعم التحالف الدولي يقول بأنه تنظيم الدولة لا زال موجود وقائم ويستطيع أن يهدد كثير من المناطق وقد تكون هناك نسخ أخرى تظهر مشابهة لتنظيم الدولة في الفترة المقبلة بينما البيانات التي تصدر من الحكومة العراقية وهذا ما تحدثت عنها صحيفة لوموند الفرنسية قبل حوالي 3 أو 4 أشهر نعم بينما بيانات الحكومة تقول بأن تنظيم الدولة في العراق قد انتهى إلى غير رجعة وبالتالي تم القضاء على تنظيم الدولة وليس هناك تهديد لتنظيم الدولة هذا تضارب كبير جدا يعطيك صورة واضحة على الأجندة التي يمكن أن تنفذ من كل طرف من هذه الأطراف لو جئنا إلى الحجد الشعبي كذلك الحجد الشعبي الآن هناك تضارب ما بين خلية الإعلام الحربي لقيادة القوات المشتركة وما بين الحجد الشعبي الحجد الشعبي يقول بأننا نسيطر على مناطق كثيرة من الحدود ما بين العراق وسوريا وقيادة القوات العمليات المشتركة تنفي سيطرة الحجد على هذه المناطق وبالتالي نحن أمام أجندة خاصة تنفذ في العراق من قبل الحجد الشعبي الذي ينفذ أجندة خارجية لا تبت إلى البلد في صلة وما بين الحكومة العراقية التي تحاول أن تغطي على هيمنة الحجد الشعبي على القرار الأمني والسياسي في العراق أنا أعتقد بأن الوضع في العراق سيء جدا الحكومة مفلسة اقتصاديا وغير قادرة على البدء بعملية إعادة الإعمار في هذه المناطق الحجد الشعبي يمنع رجوع كثير من المناطق التي نزحت من أهل السنة منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد استعادتها وبالتالي هذه ستشكل إشكالية كبيرة جدا للحكومة في الفترة المقبلة المناطق التي دمرت من مناطق أهل السنة لا زالت تعاني نقص في البنى التحتية بشكل كبير جدا في الأنبار فقط المحافظة يتكلم عن تدمير أكثر من 103 جسر أما في مدينة الموصل فأعتقد بأن التدمير صادم إذا ما أردنا أن نتكلم عن البنى التحتية عن معامل الأدوية معامل السكر معامل السمنت معامل الأدوية البنايات الحكومية المستشفيات وما إلى ذلك من مدارس وكثير من الأمور إذن نحن نتكلم حقيقة في العراق عن مأساة حقيقية الحكومة العراقية همها شاغل الآن هي كيفية إدارة الانتخابات المقبلة وكيفية تجديد الولاية الثانية للعبادي في الفترة المقبلة هذا جل اهتمامهم وكثير من السياسيين السنة يحاولون أن يهرونون بهذا الاتجاة لأن الوقت أيضا ضيق عقيد ركن حاتم خلال 14 سنة هذا الخيار العسكري أو الأمني لم يجدي في إيقاف العنف أو يكبح جماحها أو يقضي على الإرهاب والحكومة طبعا يعني على قناعة وأيضا المحللين والمتابعين العسكري والأمنيين أيضا على نفس هذه القناعة لماذا التشبث بهذا الخيار إذا لم يؤتي ثمارة خلال 14 سنة؟ الحكومة لا تريد أن تقتنع بأن القضية في العراق والمشكلة مشكلة سياسية قبل أن تكون مشكلة أمنية فلذلك هي تحاول أن تركز على المقاربة الأمنية لحل المشاكل وهذا ما لم تستطيع أن تقوم به منذ عام 2003 وإلى اليوم المشكلة في العراق هي مشكلة سياسية بامتياز ويجب على الحكومة أن تتعامل مع الإشكالات التي ظهرت في هذه المناطق الخمسة أو الست محافظات التي خرجت بانتفاضة لمدة أكثر من سنتين وبالتالي هناك مطالب مشروعة لهذه المناطق يجب أن تحقق ولكن الحكومة حاولت أن توسم هذه المناطق بالإرهاب لكي تستبيح هذه المناطق وتدمرها وهذا ما حصل في الفترة المقبلة المقاربة الأمنية في العراق هي مقاربة خاطئة بشكل كبير جدا ولكن يبدو بأنه الأجندة تسير باتجاه الحل الأمني في هذه المناطق لأنه الإشكال هو إشكال سياسي بامتياز نعم الآن الكل ربما مجمع وأيضا أنت ربما ذهبت بهذا اتجاه أنه ثمت انتهاء للبنية العسكرية لتنظيم الدولة لكن بقاءه مشكلة أمنية ستستمر ألا يمكن أن يستتبع الانتهاء أو النهاية أو القضاء على بنية التنظيم العسكرية أيضا قضاء أمني عليه على الأقل في العام القادم ثمت مؤشرات ربما أبدا من الصعب جدا أن نقول بأن تنظيم الدولة سينتهي قريبا لأن هناك إذا ما جئنا إلى تصريحات التحالف الدولي يعطوا الصورة واضحة بأنه تنظيم الدولة إذا لم ينتهي وتنظيم الدولة موجود وقادر على القيام بعمليات وهذا ما أثبتته الأيام التي مضت خاصة في مناطق الحويجة وفي مناطق على الحدود العراقية السورية إذن نحن نتكلم عن تنظيم انسحب من كثير من المناطق خاصة في مناطق الشرقاط في مناطق الحويجة في مناطق تلعفر في مناطق غرب الأنبار هذه المناطق لم يقاتل فيها تنظيم الدولة وبالتالي حاول أن يتملص من معركة غير ناجحة هذه القوات التي لا زالت تحت سيطرة التنظيم يمكن أن يقوم بأعمال أمنية في الفترة المقبلة وهذا ما نفذه في سلسلة عمليات باتجاه محافظة الأنبار قضاء الرمادي عندما سيطر على ستة مواقع باتجاه مناطق العنقور ومناطق الجامعة إذن نحن نتكلم أن هناك إمكانية لتنظيم الدولة ولكن هذه الإمكانية سوف يستخدمها تنظيم الدولة في الوقت المناسب باعتبارها عمل أمني يستطيع أن يزلزع البنية الأمنية في هذه المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية في الفترة السابقة فلا يمكن أن نقول بأن ليس هناك تهديد أمني لتنظيم الدولة في الفترة المقبلة ولكن نقول إذا لم تقوم الحكومة بمعالجة الملفات التي أدت إلى ظهور تنظيم الدولة والعالقة منذ فترة طويلة لن يكون هناك حل صحيح في هذه المناطق وستظهر نسخ جديدة لتنظيم الدولة بأسماء مختلفة شكراً للعقيد الركن حاتم الفلاحي المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية شكراً جزيلاً هذه الساعة الأولى قد انتهت من هذه الندوة الخاصة التي تبحث في المشهد العراقي خلال سنة 2017 في الساعة الثانية سنكمل النقاش مع ضيوفنا في ملف المعتقلين والنازحين والأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة في العراق بعد الفاصل نعود ثم لنكمل النقاش ترجمة نانسي قنقر